مرحبا بكم مشاهدين الكرام رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني عبد الرحنى حمزاوي الذي تكلم عنه بنزديرا قبل أيام والذي اشترط ميزانية ضخمة وعدد كبير من السيارات والموظفين من أجل تسيير مؤسسة المرصد الوطني للمجتمع المدني ورأينا كيف قام بنزديرا بفضحه وبهدالته عندما قام بزيارة إلى ولاية الضيط وكان في استخباله بالمطار الوالي وممثل عن الجيش ومجموعة من المسؤولين المحليين في التعطق الرئاسي وكأنه رئيس جمهورية وكما هو معروف فإن هذا المرصد يساهم في ترقية القيم الوطنية والممارسات الديمقراطية والمواطنة وأيضا يتشارك مع المؤسسات الأخرى في تحقيق أهداف التنمية الوطنية ويقدم أراء وتوصيات واقتراحات بشأن وضعية المجتمع المدني وانشغالاته وآليات تعزيز دوره في الحياة العامة لكن السي حمزاوي كان مشغول بالبروتوكول والبساط الأحمر في ولاية البيض وربنا بعض الغزالة المشوي وما شابه لنستمع إلى ما يقوله بن سديرا اليوم أثناء زيارته إلى ولاية تمناست أخر فيديو آخر بث مباشر الأسبوع الماضي كنت تقلقت وزعقت وكفرت على حمزاوي حمزاوي اللي هو رئيس المرصد الوطني لمجتمع المدني قلت له حمزاوي طاعته حمزاوي نشكره أنا قلت لكم عندما يسيء المسؤول نقول له أسعد عندما يحسن نقول له أحسن حمزاوي هذا الخطراء نتمنى أنه يكون سمع الفيديو سمع المراحضة التاعي ويفهم أنه لا يوجد مشكل معها حمزاوي أنا لا يوجد مشكل معها لا من أيام الكشافة ولا من بعد الكشافة ولا من أيام التجارة والمحلات أو بعد يعني عندما تحسن يا حمزاوي نقول لك أحسنت عندما تسيء نقول لك أسعد الخطراء هذه ستمرست حمزاوي ستمرست حمزاوي ستمرست حمزاوي من بين المساوي الذي يحصل لله ستمرست حمزاوي ستمرست حمزاوي دماءه بدون للجيسيل لنزيلكم فوتو كما مواب في لنظل من الثاني عندما نزيل فوتو ضهر بالملاياه وضرب القندران البيضاء الأخرى المهم الحمزوي لا يمكن히 سافر بالنسبة لا يقلقها لتج inspections ما يقبلها لكن أعتبروها معنى ملاحظة الحاجة المريحة أنه نحاق البهرج والبروتوكول نازلوا الطيارة والاستقبال رسمي والوالي يفتحوا الباب تعمل سيدة صورة الباسات ويستقبلوا الوفد الرسمي تعجم الشعب الولائي كومادان سيكتر كوميسار هذا البروتوكول نحاق خليك عملي سيحمزاوي روح للهدف شوف الشيء اللي هم البلاد اللي هم المجتمع المدني لأنك أنت مجتمع مدني أنت مرصد وطني المجتمع المدني أنت الذي تنقل الواقع المرد الواقع التعييذ للمجتمع تنقل إلى رئيس الجمهورية أنت معلتها عين و أذن رئيس الجمهورية في قطاع أو في مجال المجتمع المدني وما أكثرها من مصائب ومشاكل يعاني منها المشترك إذن حمزة ونشكرك جزيل الشكر أنك تخليت على البروتوكول على طيارة وافتحني الطنوبيل واستقبلوني والوارد والتمر وكذاكذا هذه نحيونا عزرينها أروح للهدف النقطة الثانية أنك اخترت جمعية من أهم الجمعية جمعية أمزاد جمعية أمزاد هذه أنا عندي عليها بعض الملاحظات وعندي عليها ملفات فساد هذه جمعية أمزاد التي كانت رئيستها واسموها سلال زوجة سلال لما كانت فتمرست زوجته ليست بنتها زوجته أنا غلط أقولكم لله هي بها زوجته زوجة سلال هي كانت رئيسة جمعية أمزاد واستعملت هذه الجمعية لأغراض بصراحة مشبوهة نتذكر جيداً كان عندي ملف في غاية الأهمية والخطور ونتمنى من المسؤولين على قطاع الثقافة أنهم يرجعون له لأنه في فترة تسيير سيدة سلال لجمعية أمزاد تصرى فساد رهيب في مجال خطير وخطير جداً وهو مجال تهريب الآثار نعم تهريب الآثار كانوا يجوا وفود سياحية ألمانية بالخصوص وإسبانية وفرنسية وبريطانية والدنماركية كانوا يجوا وفود من دول أوروبية كثيرة ينقبون عن الآثار في المنطقة بالتواطئ مع بعض المسؤولين في حضيرة التاسيلي وتحت مسؤولية وإشراف سيدة سلال زوجة سلال عبد ملك سلال ربي يطلق صراحه من بين المسؤولين للأسف فريدة سلال شكراً فريدة سلال من بين الأمور الخطيرة التي بصراحة حدثت تهريب آثار عن طريق تونس والملف موجود في وزارة الثقافة والمسؤولين من الحد الآن موجودين في وزارة الثقافة الغريب في الأمر أنه كل من عمل مع فريدة سلال في ثمن راست في التاسيلي كلهم تم ترقيتهم إلى مناسب عليا منهم من أصبح وزير نعم وزير بعد ما كان مدير حضيرة التاسيلي أصبح مدير ثقافة ثم أصبح قدرة قادر أصبح وزير منهم أن أصبح مسؤول سامي في وزارة السياحة منهم أن أصبح مسؤول سامي في وزارة أخرى يعني كامل لماذا؟ لأنهم غطاوا على فساد فريدة سلال وأنا أعي جيدا ماذا أقول ولدي ملفات لدي ملفات في هذا الإطار ملفات فساد رهيب تهريب الآثار أيام فريدة سلال متواطئين معها بعض المسؤولين من المنطقة تم ترقيتهم إلى مناصب عليا بالصدفة ماذا يرقاهم؟ فريدة سلال هي التي سعت إلى ترقيتها ولا حتى يسكتوا لأنهم بشي السكتوا على فسادها وعلى تهريب الآثار وعلى أمور حدثت أمور خطيرة تم مكافئتهم بمناصب مهمة وزاراء ومسؤولين كبار سأعود الموضوع في الوقت المناسب بإذن الله إذن نرجع الحمزاوي المرصد الوطني للمجتمع المدني أنه زيارتكم للجمعية الآن بعد ما خرجت منها فريدة سلال حسب معلومات فيها سيدة من المنطقة مرأة بسيطة متواضعة هي اللي رأي رئيسة الجمعية نتمنى أن هذه الجمعية اللي هي جمعية أمزاد نتمنى أنه يتم استغلالها في ساحرة قلت أنه هذه الجمعية اللي عندها دور كبير وكبير جدا في الحفاظ على تراث المنطقة على عادات التقاليد المنطقة التعريف بالموروث الثقافي المادي والغير مادي لمنطقة الأهاغار والتاسيلي ومنطقة السحرة ككل هي جمعية عارقة عندها تاريخ وعندها نشاط للأسف تم استغلالها في ظروف خاصة ولأغراض خاصة الآن نتمنى من مصالح الدولة ومن المرصد الوطني المجتمع المدني أنهم يتموا بها ويعطوها دور أو يعطوها أهمية في لعب دور الحفاظ على التراث في المنطقة نتمنى إذن كما سمعنا مشاهدين الكرام ما قاله بن سديرة بالخصوص عبد الرحنان حمزاوي رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني وزيارته إلى ولاية تمراصد فقد تخلى عن البهرجة والبروتوكول الذي لا جدوى منه ما لفت انتباهه هو ما قاله بن سديرة بخصوص زوجة الوزير الأولى السادق المسجون عبد المالك سلال التي كانت تترأس جمعية أمزاد في تمراصد والتي كانت تتواطأ مع أجانب في عمليات تنقيب وتحريب الآفار إلى خارج البلاد مستغل مكانتها كزوجة الوزير الأول عبد المالك سلال وكل من عمل معها وساعدها في تحريب تلك الآفار ومن أجل السكوت على جرائمها خامت بترحية كل من له علاقة بها وساعدها في فسادها وهي من بين الأمثلة أمثلة الفساد الكثيرة التي حدثت زمن بوتفيخة وعصابته إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر